على طول الوادي الممتد من الشميخ حتى تينيناي ينعدم وجود المياه داخل الأحياء أبار خلية وخزانات تملأها الأترب والحشرات وأهالي المنطقتين يعانون ويلات العطش هذه القرى المنسية من الدولة تعيش في كبوس الجفاف قرابة سبع سنوات ولم تلتفت أي من الحكومات المتعاقبة على البلاد لاحتياجاتهم البسيطة في هذه المناطق ريفية وتعتمد بشكل كبير على ثروة الحيوانية والزراعية وبالنظر إلى ذلك فإن أزمة المياه التي تعيشها كبيرة جدا بعض المواطنين يكروا بالصهري جميعها الشاحنة وفيه تلات بار في تينيناي ولكن الشبكة مهترية الشبكة انتهية المحطات تشتغل محطة واحدة وهي محطة الالتساسي في تينيناي وفي شميخ محطة البقاء والخزان صغير والسيعة الصغيرة فما يغديش في المنطقة بالكبير وترجع أزمة المياه في شميخ وتينيناي إلى عدم صيانة الخطوط وفتح مسارات جديدة بالإضافة إلى أعطال في المضخات الخاصة بالمياه الأمر الذي دفع أهالي المنطقتين إلى منشدة الحكومة بوضع حد لمشكلة المياه التي باتت تشكل خطرا على حياتهم